المال الفسد، أشكار والمحسوبية مفاهيم طالما صاحبت استحقاقات مجلس الأمة غير أن الجزائر الجديدة فتحت المجال واسعاً أمام شرائح مختلفة للترشح الانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على غرار محمد أنا ابن الشعب وابن الحركة الرياضية وابن حركة وناشط في الحركة الجمعوية سيد رئيس الجمهورية ستعاهد أمام الله وأمام الشهداء قلب الجزائر الجديدة وأعطى فرصة للشباب نحن كلما تلحق السينة وتلحق الأخر نسمحوا المال الفسد غير سحب الشكارة غير قداء غير قداء وهذه بلادنا حنا، هذه بلادنا تعنا حبوا نموذج، اليوم رأني نموذج للمنتخبين محوص صورة نمطية لمهام السيناتور وإيصال صوت المواطن البسيط لأعلى هرم بالسلطة هي أول طموحات هذا المرشح لتحقيق التغيير المنشود في إطار استكمال البناء المؤسستي أنا العهداء اللي درتها في بلدي تبراقي بإلحاح من الفوق هراء، بس كل صراحة الطبقة التحت، قعس عندني، بس كنت في الأهداء التاعي الحمد لله، وهذا بفضل الله عامت الناس، مشيت مع الناس، وقفت مع الناس، هم اللي رشحوني، أنا تعطبقة تعزوا لهم محمد نموذج لشاب آمن بالنظار السياسي ومحاربة الشكار والفساد ليبقى الصندوق يوم الخامس فيفري وحده من يفصل في مدى ثقة الناخبين في هذا المترشح ودخوله مبنى الغرفة العليا للبرلمان، ممثلا عن منتخبية الجزائر العاصمة ترجمة نانسي قنقر